تواصل أسعار الحديد في الجزائر ارتفاعها لتبلغ مستويات قياسية في الأسواق حيث بلغت في بعض المناطق المليون وستمائة دينار جزائري للقنطار مما دلاء استياء المواطن الجزائري خاصة أصحاب البناية الفردية من ذوي الدخل المتوسط إضافة لا إصحاب شركات البناء مما قد يؤدي لا التهاب سعار العقار والتأخر في تسليم العديد من المشاريع المقاولاتية في موعدها وعن أسباب هذا الارتفاع المتواصل للحديد في السوق الجزائرية أرجع عدد من التجار في حديثهم عن ارتفاع الأسعار إلى نقص مادة الحديد المعروضة للاستهلاك المحلي بسبب الطلب الكريم وعليه قدرت سعار الحديد في السوق الجزائرية كما يلي اشتركوا في القناة